بعد الكف مصالحة بين العميد والمياوم أنا ما بدي تفكر أنه الأشياء اللي صار هو موجه بشكل شخصي أو إهاني لأيك أو لأي أحداً من المواطنين الجميل عن البواخر نحن راحين اليوم نجيب باخرتين زيادة تيصير عنا أربع بواخر ونزيد الكلفة ونزيد الدين العام ونزيد العجز بموضوع كهرباء لبنان مجلس الوزراء بدأ مناقشة موازنة العام 2018 لم يعد هناك إمكانه لتجاوز إقرار الموازنة وبسرعة بر يعلن أسماء مرشحي أمل إننا سنخصص جيداً كبيراً من مهماتنا البرومانية من أجل متابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط أهلاً بكم تحول اعتصام المياومين إلى تدافع وتضارب مع القوى الأمنية وشهد التحرك محاولة أحد المياومين قطع شرايين يده وانتهى بمصالحة بين العميد خفشي والمياوم حسن عقل بعدما جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بفك الاعتصام على أن ينظم تجمع بعد غد في الاتحاد العملي العام لاتخاذ قرار بالخطوات المقبلة وفي قصر بعبدة عقد مجلس الوزراء أولى جلساته لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وأوضح وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة أنه إذا بقينا على الأرقام المقترحة في هذه الموازنة فنحن أمام عجز كبير يتجاوز ثمانية آلاف مليار ليرة لبنانية في هذا الوقت عقد النائب سامي الجميل مؤتمرا سحفيا تناول فيه قضية البواخر محذرا السلطة من إمرار صفقة البواخر وكاشفا بالأرقام أن تكلفة استئجار البواخر أعلى بكثير من تكلفة إنشاء معاملة ثابتة وأشار إلى أن الدين العام يزداد ولا يزال البعض يريد إمرار الصفقات انتخابيا أعلن رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري من عين التيني أسماء مرشحي لائحة التنمية والتحرير وتناول نقاط البرنامج الانتخابي الذي ستعمل على أساسه الكتلة وتطبقه في الدورة المقبلة كذلك يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في السادس والربع مساء لإعلان مرشحي الحزب من دون الحلفاء الذين سيتم تبني ترشيحاتهم في وقت لاحق فيما عدى اللواء جميل السيد الذي بكر الحزب في إعلان دعمه له قبل أيام نبدأ من تحرك المياومين والتفاصيل مباشرة مع ألين حلاق ألين كيف تمت المصالحة اليوم بين العميد والمياوم يعني هذه المصالحة لم تكن تجري في حسبان المياومين وهي تمت بعد فك الاعتصام عندما تقدم عدد من المياومين ومعهم رئيس الاتحاد العملي العام بشار الأسمر إلى حسن عقل وطلبوا منه أن يسامح العقيد العميد حسين خشفي الذي كان قد أعلن بدوره نيته أيضا مصالحة حسن عقل وبعد قليل من المداولات توجه حسن عقل وأيضا العميد والتقيا عند باب المؤسسة وبذلك تمت المصالحة وقال لهم العميد حسين خشفي أنتم إخوتي وأيضا كان هناك موجود أيضا المياومين الذين طالبوا أن لا تذهب صفعة حسن عقل هكذا هدرا يعني هذه هي المصالحة التي كانوا يتحدثون عنها منذ الصباح الباكر وعلى ما يبدو هذه كانت نية العميد حسين خشفي أيضا الذي كان منذ الصباح الباكر يؤكد أن المياومين إخوته أما حسن عقل فقال أن المياومين أرادوا ذلك فليكن طبعا نستمع الآن سويا إلى المصالحة وما جرى من حديث بينهما أنا ما بدي تفكر أنه الشيء اللي صار هو موجه بشكل شخصي أو إهاني لأي لك أو لأي أحدا من المواطنين خلصت خلصت وانا بشو ما بداشت بوزك وطلعنا شو ما نعمل فيها يا طيب العلم فعافيا أتضبئكم شكرا على الإعلام شكرا على الإعلام شكرا على الإعلام عميدنا أنت كبير الفضل على الإستاذ الشوار يلا أعطيكم ألف عافية أعلانيين شكرا لك كثير اليوم نعم ألين نعم كاترين كما شهدنا كما شهدنا تمت هذه المصالحة والتي كانت أتت بعد يوم طويل من الاعتصام الذي شهد تدافع بين القوى الأمنية والميوميون الذين أرادوا الدخول إلى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل عقد مؤتمرهم الصحفي هذا المؤتمر الصحفي كان مخصص من أجل الحديث ومن أجل الاعتراض والاستنكار لما تعرض له حسن عقل والصفة التي كانت كما يقال هي التي أدت إلى هذا الاعتصام طبعا كما قلنا حصل هناك تدافع حصل هناك تلاسن وأيضا أقدم أحد الميومين على قطع شرائينه وسرعان ما ألقظوه إذا صح التعبير زملائه ومنعوه من الإقدام على ما كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك طبعا وصلنا إلى حيث كان يجب أن يكون هناك دخول إلى المؤسسة ولما لم يحصل الدخول إلى هذه المؤسسة ولم يتم أرادوا اعتصموا وأيضا نصبوا الخيام على أساس أنهم سيبقون هنا إلى أن تحل قضيتهم ولكن بعد الحديث مع العميد حسين خشفي وبعد عدد من الاتصالات تقرر كما قلنا أن يكون هناك اجتماع الأربعاء وتقول المصادر أن الميومون سيدغطون في هذا الاجتماع من أجل وضع قضيتهم على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه في جلسته المقبلة طبعا نستمع الآن كاترين لحديث مع العميد حسين خشفي وأيضا مع رئيس الامتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حضرت العميد الميومين عم بيعترضوا على مجيئك شو بتقلهم؟ ما عندك كلمة تقلهم؟ أحد يعتبرونه حركة استفزازية حضرت العميد عم بيعتبروا حركة استفزازية هل أخواتنا؟ هل أخواتنا؟ شو بتجاوبهم؟ هل أخواتنا؟ ما في داعدة كشتنا عبسألهم؟ عميد لذلك أخوة بعد معكوبة؟ معهور بي حركة استفزازية أنا ما عندي تصريح عميد ما في حركة استفزازية ما في حركة استفزازية نحن عملهم بمهمة وهل وجباتنا وهل أخواتنا؟ يعني رجع مش هالحاله ما في شيء هيا أنا ما في شيء شو الوضع؟ ممتاز حق أقولي بالدنيا من هالنهار من هالاعتصام الكبير وأهم شيء اختلاط بأخوانهم بقوة الأمن رجعوا شخص واحد مثل ما لازم يكونوا السكنة العسكرية ونحن شخص واحد ما نقول شغلة لازم يكون في حل لقضية الميومين عايب نبقى هايك لازم يكون في حل الحل بيقوم يا أخوان على الأخذ بالفائد الحل بيقوم على استمرار المباريات الحل بيقول أنه يقبضوا تعوضات شهرية تابعهم استحاق شهر يكون دائم ومستمر وفورا هلأ صار لهم شهرين بلا معاشات ما رح تطول عليكم بدي أقول أنه تحرك مش توقف هون اليوم التحرك حقق غايته بعد بكرة بعد بكرة في اجتماع ومؤتمر صحفي بالاتحاد العمالي العام لمكام تجمع كبير بعد بكرة للميومين بالاتحاد العمالي العام لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات اللازمة بهالإطار وبناء عليه مفترض أنه يكون فيه شركة تشغيل تتولى دفع معاشاتكم هذا الشهر قريبا جدا وهذا أول مطلب إلنا بديوا الشغلي بعد الاجتماع الأساسي نهار الأربعة بالاتحاد العمالي العام ومؤتمر صحفي لنقرر التطورات ويعطيكم العافية وحقه لحسن عائل مي بيرده نحن نرفع الاعتصام هلأ وخصط السيد بشارة وحقه لحسن عائل مي بيرده حقه لحسن وصله ومحفوظ حقه وحقه بكرامته وبتعبش بينه ونحن بنعرف أنه اللي حصل ما كان لازم يحصل بس أموره بتحصل هايدي بين الأخوة ونحن من كل كل احترام لقوة الأمن وهذه معلمة ما شفته مش ضد بعض ما نحن وقفين شكرا لزاميلا أعليل حلاق والآن إلى مجلس الوزراء الذي كان قد عقد جلستنا اليوم في بعبدة بحث في خلالها مشروع موازنة العام 2018 والتفاصيل مع رواند أبو غزام رواند هل من تقدم في سير المناقشات بشأن الموازنة اليوم وماذا عن الأرقام أرقام الواردات والإنفاق التي تم تدول بها في هذه الجلسة كاترين ما يمكن التماسه من بعد جلسة اليوم المخصصة لدارس مشروع موازنة 2018 هو التزام الحكومة اللبنانية والنية الإيجابية لإنجاز هذه الموازنة وذلك قبل نهاية هذا الشهر ليتم تحويلها إلى مجلس النواب ومن بعدها يتم إقرارها في مجلس النواب ولكي تذهب الحكومة اللبنانية إلى المؤتمرات الدولية وفي جعبتها أيضا إنجاز موازنة عام 2018 وبهدف هذا الموضوع وهدف إنجاز هذا الاستحقاق قامت اليوم الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة وزارية على رأسها الرئيس سعد الحريري وأعضاؤها هم غسان حاسباني ميشيل فرعون جمال جراح أيمن شئير وديسكي دانيان رأيت خوري علي حسن خليل محمد فنيش ويوسف فنيانوس والهدف من هذه الأسماء هي وجود كل الكتل النيابية أو كل ممثلي الكتل النيابية في هذه اللجنة الوزرية لكي يتم التطرق إلى كل الملاحظات ووضع كل الملاحظات على مشروع موازنة عام 2018 لتخلص إلى مشروع نهائي أو ملاحظات نهائية تطرح على جلسة مجلس الوزراء إذن كاترين المطلوب والإصرار هو في موضوع تخفيف الإنفاق وزيادة الإرادات والدفع باتجاه تخفيف الدين العام وكما قال وزير المال علي حسن خليل بأنه ليس هناك من أي إجراءات ضريبية جديدة وليس هناك أي مشاريع قوانين برامج جديدة عذرا كاترين وهناك أيضا وجود لـ 11 بند إصلاحي في هذه الموازنة على العلم بأن هناك بعد إقرار موازنة عام 2017 جرى الحديث عن 21 بند إصلاحي كاترين إلا أن هذا الموضوع يناقش على طاولة مجلس الوزراء والحكومة هي بصدد نقاش كل البنود الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها خلال السنة الماضية وبعد إقرار موازنة عام 2017 للوصول إلى موازنة تتضمن إصلاحات وإصلاحات أشمل مما تضمنته موازنة عام 2017 وتجرر الإشارة إلى أن مسألة قطع الحساب لن يكون ضمن هذه الموازنة لأن مجلس النواب أعطى وزير المال مهلة سنة لإنجاز موضوع قطع الحساب وكما قال وزير المال علي حسن خليل بأنه في المراحل الأخيرة لإنجاز هذا الموضوع وأيضا كاترين تجدر الإشارة إلى أن الوزير علي حسن خليل قال بأنه كان قد قدم مشروع موازنة 2018 خلال المهلة دستورية ولكن التجاذبات السياسية والاستجالات التي حصلت في الفترة الماضية دفعت بتأخير عرض هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وتحديدا أيضا موضوع طلب رئيس الحكومة من الوزراء تخفيض موازنات وزاراتهم 20% وذلك بناء على مطلب المجتمع الدولي بتخفيف موازنات كل وزارة 20% وذلك لتقليص موضوع العجز في المالية العامة هذا في الجلسة الأولى لدراسة مشروع الموازنة وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون هناك جلسات متتالية إنما في سرايا الحكومية وذلك على مستوى اللجنة الوزرية التي تم تأليفها اليوم سنستمع كاترين إلى أبرز ما جاء في البيان الختمي لهذه الجلسة وكلام الوزير علي حسن خليل نعم رواند فقد حذر وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة من الاستمرار في عدم إقرار موازنة العام 2018 وأكد على إمكانية إقرارها في المجلس النيابي في حال تقديمها في غضون 15 يوما لم يعد هناك إمكانية لتجاوز إقرار الموازنة وبسرعة علماً أن مشروع الموازنة كان قد أعد وأحيل إلى مجلس الوزراء في 28-08-2017 أي خلال المهلة الدستورية المسموح فيها للحكومة لوزارة المال كي تحيل هذا المشروع للأسف كان هناك نقاش حول موازنة 2017 المتأخرة المشاكل السياسية اللي مرأ فيها البلد خلانا نوصل لهذا الوقت المتأخر بإقرار الموازنة اللي كان لازم يتم قبل نهاية كانون الثاني 2018 اليوم كان واضح إسرار من فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومن كل الوزراء على الإسرار بإنجاز هذه الموازنة بأسرع وقت ممكن ما أود قوله أنه هناك التزام بإقرار سريع ربما يكون مع نهاية هذا الشهر للموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي وكما عبر دولة رئيس مجلس النواب أنه إذا أحيلت خلال هالخمسة عشر يوم في إمكانية بمجلس النواب أنه تقر قبل الانتخابات النيابية وهذا الأمر برأيي ليس طرفا بل هو واجب إذا كنا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان إن كان في روما أو في باريس لا يمكن بأي شكل أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة والموازنة لم تقر اليوم بصراحة بدي أقول أنه إذا بقينا على الأرقام المقترحة في هذه الموازنة نحن أمام عجز كبير يتجاوز 8000 مليار 8000 مليار ليرة لبناني اليوم الموازنة بيهمني أكد أيضا أنه ما فيها أي إجراءات ضريبية جديدة ما في أي زيادة أو إقرار لضرائب جديدة رئيس حزب الكتائب أن أبسام الجميل يرفع صوت فيما خصى ملف الكهرباء بعد الحديث عن تلزيم بالطراضي في مجلس الوزراء ويعكد أن تلزيم البواخر صفقة مشتبه فيها داعيا إلى إنشاء معاملة ثابتة لأن كلفتها أرخص بكثير كنا نسمع كل الوقت أنه هلأ ومستعجلين وبدنا البواخر وعا السريع لأنه بدنا نضوي بالصيفية صلنا على أكتوبر وقت دائرة المناقصات ردت هال ردت هال المناقصة هذه ثلاث مرات ما عادوا عندهم أولوية الكهرباء في لبنان صلنا خمسة شهور ما حدا أطرح بديل ما حدا عمل أي خطة بديلة ما حدا أخذ أي تدبير بديل ناموا عليها كأنه كانت الأولوية مش تجي الكهرباء بالصيف كانت الأولوية يجو لبواخر بالتالي حابي بأكد أنه موضوع البواخر هو حل مؤقت يكون واحد يمشى يصنع أو يعمر معمل بهالوقت يستأجر على فترة قصيرة نحن ليس فقط صارنا سبع سنين ندفع أجار بواخر موجودة اليوم عشاد طبعنا بكلفة كثير عالية وما بشرنا ببناء معمل جديد ليس فقط نحن رايحين اليوم نجيب باخرتين زيادة تيصير عنا أربع بواخر ونزيد الكلفة ونزيد الدين العام ونزيد العجز بموضوع كهرباء لبنان نحكي كلفة على خمس سنين أجار الباخرتين يلي كانوا معروضين كانت الكلفة مليار وثمانمئة مليون دولار أنا عم بسأل سؤال إذا كلفة الميجاوات هو مليون دولار إذا نعمر معمل 800 ميجاوات لازم يكلفنا 800 مليون دولار إذا نشتري نعمره كيف نحن اليوم نستأجر هالثمانمئة ميجاوات بمليار وثمانمئة مليون دولار أجار على خمس سنين هناك أحد يجيبنا على هذا السؤال إذا أصروا الشباب يجيبوهن على البواخر هلنشتري بواخر باخرتين كل باخرة 150 مليون دولار ضرب 2-300 مليون دولار حطينا عليهم معمل 800 ميجاوات صرنا نحكي بمليار مليار ومية مليون دولار بعدنا نحن تقريبا 700 مليون دولار أرخص من كلفة الأجار التي معروضة علينا سوف أنتم بعد بالكم بالصفقات بعد بالكم كيف تعملوا تركيبات مثل هذه الوقت البلد ينهار اقتصاديا والجماعة يدقوا نقوص الخطر ويقولوا لكم بلد ينهار لا يمكن أن تكملوا هكذا هناك قنون تخرج اسمه قنون الشراكة بين الكطاع العام وال الكطاع متناولاً برنامج كتلته الانتخابي وقال أن التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني هو خيارنا الأول تعزيز قوة ومنعة لبنان عبر زيادة عديد وعتاد الجيش وبده بالأسلحة الحديثة وبتحرير الأزاء الغالية من أرضنا الوحتلة في مزارع الشبعة وتلال كفرشوبة والجزء اللبناني من قرية الغجر ورفض الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا ورفض سياسات الجدار العقيمة وتمسكنا بالنفط البري بالنقط عفوا بالنقط البري وبالنفط أيضا بالنقط البرية الثلاث عشرة إننا سنخصص جهدا كبيرا من مهماتنا البرومانية من أجل متابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط وغاز في البر والبحر وإنشاء الصندوق السيادي وشركة البطرول الوطنية وقانون النفط البر وتخصيص خصة للمرأة اللبنانية لتعزيز خضورها وتمثيلها النيابي إذ لا يعقل أن يكون نصف المجتمع أي مجتمع في الدنيا لا يعقل أن يكون نصف المجتمع نسائي والتمثيل شئر معدوم في لبنان معدل النسوة 54% أكتب من الوصف العمل لإصدار عفو عام لا يشمل عمليات الإرهاب والإرهابيين على أن لا يشمل العفو العام الجرائم الموصوفة إسرائيل أيها الأخوة العرب هي العدو إسرائيل هي العدو وليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الأعلان موظفون المستشفيات أمام وزارة الصحة أهلا بكم من جديد نفذ موظفون المستشفيات الحكومية اعتصاما أمام المدخل الرئيس لوزارة الصحة في بئر حسن وحضر المعتصمون من مختلف المستشفيات الحكومية المنتشرة في المناطق اللبنانية وأقفلوا مدخل الموقف حيث يركن الموظفون سياراتهم فيما بقي موقف زوار الوزارة متاحا للمواطنين كما بقي العمل اعتياديا في داخل مكاتب وزارة الصحة العامة حيث استمر تسيير مراجعات ومعاملات المواطنين ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها بحقهم في الحصول على سلسلة الرتب والرواتب كما تتالت الكلمات باسم الموظفين في المستشفيات الحكومية في المناطق للمطالبة بالسلسلة وتأكيد أن التصعيد سيكون الخيار المتخذ في حال لم يلمس الموظفون إيجابيات لأنهم ليقبلوا بعد الآن بالوعود وطلبوا من مجلس الوزراء أن يسمع صوتهم لإقرار الحل المطلوب شارك وزير الدفاع الوطني عقوب رياض الصراف إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الغربية في طاولة نقاش أقيمت في خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ في ألمانيا وأعبر الصراف عن عميق الثقة بقدرة الجيش اللبناني على حماية أرضه وحدوده وقال نحن أقوياء وقادرون على حماية بلدنا ولن نترك أو نتنازل عن أي نقطة نفط في بحرنا كاشفا عن أن أي محاولة للمساس بالثروة النفصية اللبنانية أو تجيلها للجانب الإسرائيلي لن تجد طريقها للنجاح وكان الصراف قد شارك في أعمال طاولة نقاش ثانية بدعوة من الصليب الأحمر الدولي حيث أحضرت القضايا الإنسانية التي تعم العالم على طاولة البحث وشرح الصراف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بشأن النازحين السوريين مؤكدا أهمية عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا خصوصا أن انعكاسات النزوح السوري أفرزت واقعا اقتصاديا واجتماعيا سلبيا على اللبنانيين وفي لقاءات الصراف على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ لقاء مع رئيسة جمعية أطباء بلا حدود حيث تمحور لقاء حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان وشدد الصراف في خلال اللقاء على ضرورة التنسيق بين الحكومة اللبنانية والجمعيات غير الحكومية لتصب نتائج أي تعاون في مصلحة النازحين بعد ذلك شارك الصراف والوفد المرافق بالقداس الإلهي الذي تلأسه البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في حضور عدد من المؤمنين من أبناء الجالية اللبنانية في ألمانيا وصلت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر داب مساء أمس إلى بيروت على رأسي وفد وكان في استقبالها في سلع الشرف محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ومن المقرر أن تلتقي اليوم وزيرة داخلية نهاد المشنوق توني سليمان فرنجي يزور بلدة ببنين العكرية ويلتقي فعليا في جولة عكارية زار توني سليمان فرنجي بلدة ببنين العبدي حيث كان في استقباله الوزير السابق طلال المرعبي والنائبين السابقين كريم الراسي ومصطفى هاشم وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية ولفت فرنجي في كلمة له إلى أن عكار ستبقى خزان لبنان العامل والمتعلم ومدينة الانفتاح والاعتدال نحن ما فيها نعيش بلا وعطة وما فيها نعيش في منقع عن بحضنا واليوم إذا كانت عكارية مقصق يعني لبنان كله يتساوى وهيدي قضية لازم تكون قضية كل واحد لبناني كل واحد لبناني عنده وطني وعنده انتماء لبلده وعنده انتماء لأرضه وبيهمه أنه الناس تضل بأرضه وتتسبق بأرضه لأنه اليوم في قضية كمان ما حدا عم يركي فيها ولكن النزوح على المدينة وبقى فيه شيء من مناطرنا فيه أجيل فيها أجيل عم تتحسن ولكن بينسل متفاويته كل الضغط اليوم عم يركز على مناطر معينها كل الضغط عم يسير على المدن وقد تسلم فرنجي من اتحاد شابات ببنين درعا وعربونا تقديريا كما قدم له درعا تقديريا من رئيس بلدية ببنين وأقيم حفل غداء في منزل رجل الأعمال أبو الوليد الحداد بحضور النائب السابق وجيه البعريني والنائب قادم الخير والحاج كمال الخير عاصفة الخير والبركة تحولت في عكار إلى نقمة وكارثة خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات والمزرعات في مختلف مناطق سهلا ووسطا وجبلا ففي سهل عكار اشتاحت سيول الأراضي الزراعية والمنازل وخاصة خيام النازحين السوريين الذين يسكنون في مختلف مناطق السهل كذلك طمرت سيول المزرعات وأتلفتها بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في البيوت البلاستيكية صاحب أحد أكبر مشاريع البيوت حمزة علوان قال أن الخسائر في مشروعه فقط بلغت ثمانية عشر مليون ليرة كذلك مني العشرات من أمثاله بأضرار مماثلة وطالب علوان الهئة العليا للإغاثة بضرورة الإسراع للكشف على الأضرار لأن المزارع العكري لم يعد بإمكانه التحمل أكثر من ذلك خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها كل لبنان عثر على جثة على مقربة من محطة ضخ المياه في الوزاني يرجح أن تكون للنازح السوري محمد أحمد الخلف البالغ 65 عاما من دير الزور والذي غرق أمس عند العبارة وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشار الجثة للكشف عليها من قبل الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي بعدما جرفته مياه النهر إلى جسر الغجر الوزاني حيث التقاء نهري الحاصباني والوزاني بالضبط أنا ما أعرف الشي بس لقونا الشباب وعطوني إياهم الشباب هونيك بيعرفوا وين لقوه عند المغرى اليونفن هونيك تحت بالوزاني الجاية تناوش السجرة العود من العبارة تفتوا العبارة ونزل طمس طمس بها العبارة ومنها ما بي قطس راح مفزعم هالعالم وشايفوا واحد انه طالع بعد العبارة ومو متأكد مزبوط قال شفته طلع من النهر أخذته الميت شايلته وجاء دفاع المدن وجاء المخابرات وجاء الجيش اللبناني ولسا ما لقين النتيجة بعد الاعلان الجيش السوري إلى عفرين أهلا بكم من جديد أعلن مسؤول كردي كبير أن القوات الكردية السورية والحكومة السورية توصلتا إلى اتفاق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي وقال بادران جيا كرد الذي يعمل مستشارا للإدارة التي يرأسها الأكراد بشمال سوريا لوكالة رويترز إن قوات الجيش السوري ستنتشر على طول بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين في اليومين المقبلين ويؤكد الاتفاق بحسب رويترز الوضع الذي يزداد تعقيدا في شمال سوريا حيث تتشابك الجماعات الكردية والحكومة السورية وجماعات المعارضة السورية المسلحة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا في شبكة معقدة من العدوات والتحالفات وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دمشق اتفاق عسكري تماما ولم يتضمن ترتيبات سياسية أوسع وأضاف فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإدارية في المنطقة سيتم الاتفاق عليها مع دمشق في المراحل اللاحقة عبر مفاوضات وحوارات مباشرة كون عفرين هي سوريا وحدودها حدود سورية وقضية سيادية تخص جميع السوريين أفادت مصادر سورية باستمرار المفاوضات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في غوطة دمشق الشرقية بوساطة روسية للمصالحة وذلك مع وصول حشود للجيش السوري إلى المنطقة ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة على ملف المصالحات المحلية أن هذه المفاوضات الماراثونية قد تكثفت في الفترة الأخيرة بطلب من الميليشيات المسلحة بعدما ضاق الأفق أمامها وتصاعد ضغط الجيش السوري عليها ومن اللافت أن الغوطة الشرقية شهدت السبت هدوءا عاما حيث لم تجري أي اشتباكات بين الجيش والمسلحين ولم يسجل لا تحليق طائرات في سماء المنطقة ولا استهداف أحياء العاصمة الآمنة بالقذائف من الغوطة ويأتي ذلك وسط تقارير عن استقدام الجيش السوري مزيدا من التعزيزات إلى محيط الغوطة الشرقية تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف لاستعادة السيطرة على شرقي الغوطة في حال فشلت المفاوضات وتنقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر معدات عسكرية بينها راجمات صواريخ وأليات ومدرعات فقيلة وسيارات مزودة بالرشاشات في طريقها إلى الغوطة الشرقية من العاصمة الأردنية عمان أكد وزير الخارجية التركية موروز جويش أوغلو التفاهم الكامل مع الأردن حول عملية غصن الزيتون التركية في سوريا لافتا إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية سيزور الأردن لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للوزير التركي ونظيره الأردني أيمن الصفدي الذي أعلن اتفاق البلدين على الحل السياسي بشأن الصراع السوري موقفنا واضح منذ البداية الهدف من عملية غصن الزيتون هو إنهاء الإرهابيين من داعش والأكراد ليس لدينا أجندة خفية بخصوص هذا البلد ونحن نرحب القوات السورية إذا كان عرضها تطهير عفرين من الإرهاب أما إذا دخلت لحماية المقاتلين الأكراد فلا يمكن لأحد إقاف القوات التركية نحن ندعم وحدة أراضي سوريا وهناك تفاهم تام مع الأردن بهذا الخصوص نأمل أن تنتهي بشكل سريع بما يضمن حق تركيا في حماية أمنها ومصالحها ويوفر للأكراد أيضا حقوقهم كامل مواطنين داخل الدولة السورية بالنهاية نحن نريد حلا سياسيا لسوريا هذا الحل يجب أن يضمن وحدة سوريا وتماسكها ويجب أن يقبل به الشعب السوري ويجب أن يؤدي إلى سوريا تعيش بأمن وسلام مع قوة استقرار مع كل جيرانها بحيث تكون سونيا آمنة ومستقرة وأيضا كل الدول على جوارها آمنة ومستقرة كان في هذه النشرة بعد الكف مصالحة بين العميد والمياوم وأنا ما بدي تفكر أنه الشيء اللي صار هو موجه بشكل شخصي أو إهاني لإلك أو لأي حدا من المواطنين جميل عن البواخر نحن راحين اليوم نجيب باخرتين زيادة تأثير عنا أربع بواخر ونزيد الكلفة ونزيد الدين العام ونزيد العجز بموضوع كهرباء لبنان مجلس الوزراء بدأ مناقشة موازنة العام 2018 لم يعد هناك إمكانية لتجاوز إقرار الموازنة وبسرعة بري يعلن أسماء مرشحي أمان إننا سنخصص جهدا كبيرا من مهماتنا البرمانية من أجل متابعة بوضوع استخراج موارد جبنان من نفط في الختام شكرا للمتابعة ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوتيفي وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد الموز إلى اللقاء